حليم موجود في مدينة جفت مع أستاذ نور علي الجفتي يعني بسم الله ما شاء الله عليه هو هيسرد الأول في بطاقة شخصيا بتابعيه نور علي أحمد المعروف نور علي كفتي وكيل أول بمدرسة كفتي السنوية سابقا ومدين عامة ترجمة تعليقات سابقا يا مرحب بك وكبير معلم اللغة الفرنسية مدرسة كفتي السنوية برضو سابقا بسم الله ما شاء الله أهلا وسهلا بأستاذ نور علي جفت ونشر بك ومزيارتك مدينة جفت واحدة من أقدم المدن التاريخية في مصر يعني بمعروفة لدى المؤرخين شرقا وغربا كتب عنها المؤرخون وكتب عنها الأدباء وكتب عنها الشعراء وكتب عنها كل مهتم بالتاريخ مدينة جفت كانت أحدى تابعة لمركز تنو ثم استقلت المركز قلب القراءة 44 سنة 1979 وأصبحت مركز ومدينة القفط تضم بالإضافة إلى مدينة القفط مجلس قلب البراهمة وقراها ومجلس قلب الشيخية وقراها ومجلس قلب القلعة وقراها ومجلس قلب الكلاحين وقراها مدينة القفط يعني أنجبت العديد من العلماء والأدباء والشعراء والمفكرين وأساسس الجامعات من أبلز أبناء قفط الإمام ورشي القفطي شيخ الأخرى في الديارة المصرية كذلك أنجبت مجنوعة من الوزراء في عصر الدولة الأيوبية الوزير جمال الدين القفطي ووالده وأخوه كانوا وزراء في عصر الدولة الأيوبية في العصول الحديثة أنجبت قفط العديد من الشعراء والأدباء منهم السيد علي النابي رائد فن المغاو الشعر الكبير حسن عبد الحيم الخفطي ساحب ديوان الخفطي وكان شاعراً كبيراً الشاعر أمل دونقل وكان أمير لازم يعرف بأمير شعراء الرفق الشاعر حسين القاضي وكان شاعراً كبيراً والشاعر والد أمل دونقل كان شاعرهم أيضاً كبيراً والآن في مجنوعة من الشعراء الدكتور محمد أبو فضل بضران نائب الإتجام على جنوب الوادي الأستاذ سيد خذير المستشار أحمد محمود أبو دقة وكانت قيادات الوساطة العدل الأستاذ دمال صابر الشاعر من قديمة الأستاذ سيد خريب الأستاذ مندوح النابي مندوح النابي كناقد والأستاذ عماد النابي المرحوم جمال أبو دقة المرحوم محمد خير غابس المرحوم علي الحاوي وكذلك كثيرون من الشعراء الذين يعني عرفتهم مدينة قفط سميت ليه بهذا هناك أعراء كثيرة جداً 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 لكن أهم رأي أنها حرفت من كلمة جبتيو أي باريخ القوافل لأنها كانت تقع على الباريخ المؤدي للقصير وكانت تسمى الجبتيو وهذه هي باريخ القوافل فأخذ اسمها من هنا حرفت حتى أسمح قفل لكن هناك أعراء كثيرة لا يعتدي بها المؤرخون لكنها معروفة وخذت من كلمة جبتيو أي باريخ القوافل والتي كانت طبعاً أقرب باريخ القصير وموردة البلود التي كانت تسمى بخورة فدلهم على الأسفل لكن هناك أعراء كثيرة ذكرها المغريزي ورقها وغيره لكن هي أهم رأي أنها أخذت من كلمة جبتيو لأريخ القوافل أهم معالم مدينة القفل بها معالم كثيرة جداً جداً الجامل عمري الذي أسسه في عصر الدولة الأيوبية هناك معبد الله مين في قفل وهو من معابد المشهورة معابد الفرعوبية المشهورة معبد الإله إزيس في قرية القلعة معبد الإله شمال أقر في قرية نجع الكم وكذلك كان عندنا قرية بئر عنبر من القرى المشهورة كان تاريخ الحج قديماً أحد أخذت عنه سأسأل على أي حاجة ثانية أنا مستعدين طبعاً أهم شيء اللي بنحتفل بها في محافظ جنة هي موقعة البارود 3 مارس 1799 حيث أبناء البارود وأهل خفض والقرى المجاورة وأخوانه هنا العرب الحجازيين واليمنيين وكثير من القبائل العربية وقفوا وقفة حجل واحد أمام الحملة الفرنسية وهزموها شر هزيمة ودمروا يعني سنتين عشر سفينة وقتلوا ما لا يقل عن حمسمائة دوندي فرنسي وقتل وقائل سفينة مورندي فكانت أكبر نقصة للحملة الفرنسية في سعيد نصر ولذلك تحتفل بها محافظتنا في ثلاثة مارس من كل عام تعييق قوم المحافظتنا لأنه كانت أهم المعارك وأعنفها لشهاية الحملة في طبعاً معارف أبنود وبئر عمبر وسامهود وجفر وكثير لكن هي أهم المعارك معارك الثلاثة مارس 1799 اللي أبل فيها أبناء البرود وأخوانهم من دفق ومن جمع القرن نحو اليوم ومن البلاد العربية وضحروا الحملة الفرنسية وهزموها شر لها زمان عميل عندك أهم الزراعات اللي بتشتري ما تنتقل معروفة بزراعات من زمان من قصر يعني قصر السكر حالياً سيطر على كل زراعات تقريباً حالياً من قنينة لا توجد زراعات لا توجد زراعات وفي الزراع وفي كثير من الزراعات لا في قصر السكر يعني تقريباً ضغع على كل زراعات سيطر أيمن يعني ممكن انت مزار رعا في الكلام ده لا في فيه زراعات جانبية في فيه في البيزوع القمح وفيه الزراع والفول والحلبة والعتس كثير يعني هي مدينة زراعية قفضة يعني من زمان ويعني تقع المين وكانت أرضها خصبة من الأراضي الخصبة مدينة قفضة وقرها كسر أهم الزراعات أهم الطرق المعدية إلى طريق البحر الأحمار طريق الأساسي وطريق أسوان القاهرات وطريق الرئيسي بعدين أخذ السكر الحديد وطريق قصير قفضة من أهم طرق القديمة من أخذها من طرق تاريخية العالم كان طريق الحج زمان وطريق تجاري من أهم طرق حتى الفرنسيين سموا قفضة المفتاح التجارة البحرية في ميس سموه كذا وطريق مفتاح التجارة البحرية في مصر لأنه كانت أخرى في طريق الخصير أفضل أسأل هذا الطريق الذي يجب من البحر الأحمر الطريق الذي تتكلم عنه يجب من البحر الأحمر قفضة الخصير 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 هو زمان للحج والتجارة حتى كانت ملكا حتى تستخدمه حتى تستخدمه الحاجات التوابل والعطور من البلاد بونت كان هو الطريق الذي يستخدم فيها طريق الخصير وبعد ذلك كان لدينا موردة أهم موردة العين موردة البارود كان يسمى مدى أخط الزمان أو موردة بغضر طبعا قفضة أنجبت عديد من أساس الجامعات عديد من القضاء والمستشارين عديد من قوات المسلحة البواسر عديد من قوات الشرطة المدرية وارع صحافة والأدباء والإعلام يعني أنجبت العديد من وبها عديد من المدارس السنوية والمدارس الفنية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية دلست حياته كثيرا وعملت عنه نساء الماجستير والدكترافي كثيرا في مسل وخارج نسل وبعد ذلك معروفني أن أمير شعراء الرفض يعني أمل دونه أهم شعراء أنت من أهم القصائد التي تحتز بها أنت طبعا لا تصالح لا تصالح طبعا هذا الموضوع قصير لا تصالح هذا الموضوع لا تصالح سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم مرحبا 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 مدير الحسابية في المستشفى مرحبا 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 نحن نتكلم بدون تلتيب آية فاهم يعني خلي بالك عبد المجتمعين اللقاء بدون تلتيب وبدون إعداد مسبق وما عزرة أن نسيت بعض الأسماء للشعراء أو الأذباء لأن هذا حديث يعني حديث حكاوي عبد الرحمن الأبنودي لا عبد الرحمن الأبنودي ليس مكفة جنة عبد الرحمن الأبنودي من مدينة أبنود الكابعة على مركز قلعا لها مع علاقة قوية بقبل جنجل وحب الأهل خفت فأحبه أهل خفت هو يحب أهل خفت وأهل خفت وحبونا برضه لأنه برضه جار لأنه أربعة كيلو لأنه أهل خفت نحن أقرب من مدينة من جنة نعم 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 لأنه قفت كان لها مجال عظيم ولها باع عظيم في السياسة أعضاء أكثر من الأعضاء هدينا في الكفت وليس سنستطيع أن ننسى توصيل حتى نسلم سأتلمني هذا جنة مرحل ستعدى الأعضاء ستعدى الأعضاء يعني أهل قدامة مهلو أخدا هو أقضاء سواء من الوقت وقت أو من القرى كلهم أبناء وإخواننا وكلهم أحبابنا وكلهم خدموا كفت فقفت لعبها في القفت قال النسب للاجتماع مدينة مدينة كفت أبريسة أغنفدة لا يوجد شيء قبلية نحن كلنا أهل ومصاهرة وعمل ودجارة وزراعة كلنا أهل أنا كواحد من الناس ومع ناس غريب ومع ناسي ومع أحبابي لأن القبلية تعتبر شيء سانوي لأن الناس أهم شيء العلاقات الإنسانية مع بعض نسبة بعد ذلك قفت مدينة تجارية من قديم الزمان نحن نتحدث عن تجارة هل أنت تجارة؟ لا أخذ هذه مدينة تجارية من قديم الزمان صدع عمصر دائما كانت أيام الفراعنة والبتاع دائما كانت طريق المرور للمدينة الكسير والبتاع دائما أخذت عن الكلام الأستاذ نور أهم طريق التجارة هي طريق كفت الخسير ومن أخذها مدينة في مسر وكانت طريق الحج الرئيسي قديما بعد ذلك موردة البرود كانت مكان يعتبر ميناء تجارة سفن تحمل أباع وتتساب إلى القهرة وتأتي بالموضاع التي تتساب إلى البحر الأحمر ومنها إلى بلاد بونت وكانت علاقة تجارية من مصر ما زالت تعتبر مدينة تجارية؟ طبعا وأهم حاجة فيها التجارة أن أهل وأهل التجارة تعيد فيها المحلات ومصانع مصنعات طبعا المدينة الصناعية مهمة جدا ومدينة الصناعية في قفت هناك عديد من المصانع المهمة وكان هناك مصنع عدوة كبير جدا في مدينة القفت وحاليا في مصنع حديد تقريبا يعني قيد الإنشاء سمعت بينا مبالح سمعت أن هناك مصنع حديد وأنا مع ذلك أن أتكلم يعني ليس حديث مرتبا ولا من الزمن أحنا مش عاملين لقاء صحفي أنا بنتكلم ببساطة اللي بميزنا عن غيرنا أستاذنا أن احنا ببساطة منكلم بساطة أعتذر لقفت لو نسيت اسم من الأدباء أو الشعراء أو الكتاب مع ذلك اللي أنا بقى أتكلم من ذاكرة فأخذ بالله وفاجأة الأستاذ بهاء بالزيارة يعني فاجأة بالزيارة لم يعدني وقتا للإعداد فمعليش أعتذر لكل زملائي وأحباب الأدباء والشعراء الذين لم يريد ذكر اسمهم في الحديث بسم الله ما شاء الله عرفنا أن أنت حضرتك بتكتب طبعا أنا مع ذلك الكتب سوف أخذتها سوف أخذتها إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله أعرف أن هناك صعوبة في الجهاز هناك مغالاة هذه هي المغالاة في كل مكان وحاول فضيلة الشيخ كمال بحميز عليه رحمه الله أحد لما أعقفت الكبار أن يثني الناس عن الأشياء أضرورية لأن تتتعرف العادات وتخلقها أولياء الأمور خليتها جارة كذا وإن شاء الله وإن شاء الله أولا أقل حاجة أولا أنا حالية لغتي نتمنى أن يعود الشباب إلى بساطة الإسلام وبساطة الأحديث النبوية والتيسير على الشباب وعلى الشابات وإن شاء الله وإن شاء الله أكثر أكثر الداعين إلى تخفيض نفخات الزواج والتيسير والتبسيط حتى تسنى الشباب يعني إكمان السجن كما يقومون لكن العادات ما زالت لعند الناس كثيرا البنت تتكلف كام برضو في جوزيتها؟ ممكن تعدي مئة ألف أجهزة والسجاد في الأسرة المتوسطة حيث يختلط من السبب في المغالاة في الجواز؟ العرف 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 أنا بنتي مش أحسن مش أقلب بنت فلان أنا ولد مش أقلب ابن ابن فلان أحمله فرح مش عارف إيه العرف يعني هو تقلب على بساطة دين يعني العرف يقل الحكم وهو المسيطرة وبقت الحكاية يعني ابن فلان جاب كسر ابن فلان جاب كسر ابن فلان جاب أربع قوط فهنا نتغير نتمنى أنا أتمنى لأن نعود إلى بساطة الإسلام وللتيسير والرب نصحان الله نجعل الدين يوصل إلى عصر في كل شيء في المعاملات وفي العبادات وكل والله وعلى لحنا ثلاثة شيخون الشيخ كمان كان يتمنى زي اللي قبل أن يتوفى الله بالنسبة لك كان في المية هنا بيورسوا بنا الطين لا أعتقد حياة بسيطة لكن كله بيورس يعني أعتقد كله بيورس الطين أنا برضو كلام محدد لا لا في حدود علمي ما أعرفهم بيورسوا ما أعرف بيورسوا أنا أعرف بيورسوا محبوب عن العالم بالنسبة لي في ناس 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 بيراضي اللي هو بيراضي بياخد الأرض ويديها فلوس مش عاوزي أن يذكر أحد لا لا أنا ما أبنزكر ش دور رحلتنا ما أبنزكر ش أعزمايا أعزمايا نسبة كان في المية بتورس لا نتشرح لا أنا ليس معنا إحصائية هنكون فيها من نوع من الكزم لا في فيه وهذه موجودة في كل مكان حتى في العالم العربي الشكاوة أكرر عن الفيز وما تجد شكاوة البنات بيشتكون يعني الأقوات شكاوة في المحاكم أو المحاكم يعني تجد تضج بالشبار المحاكم التي تثبت لك نسبة يعني لكن أنا ما أعرفهم أو ما ترددهم معلاقات بيورس البنات بصراحة يعني حتى لأصل ما أنا أعرف أصدقائي أو أقالبي أو أسمايلي يعني كل بيورس البنات وبيعطوها حقها يعني كاملا لكن هناك موجود زي ما قررت عبد الناصر أستاذ عبد الناصر عندك تخمين نسبة مثلا ممكن تحطها؟ يعني نسبة بتاع 35% ما بيورسوش البنات مش بيطو حق البنات يعني أنا أقول لك يعني ثلثين والثلث يعني ثلثين والثلث يعني النسبة بتقوط ما بين كده وكده يعني يعني هي الحاجة الوحيدة اللي هي يعني في بلادنا اللي فيها في المراسل ببعض يعني بلادنا يعني البنات يعني اللي ما بيورسوها شي مراسل الشربي يعني حتى لو خادت المراس يعني مش بتاخده كامل يعني يعني ممكن نقول بتاخد نص المراس وبترضى بيه عشان ما اشتماع فيه ناس مش بتخش بمتاهات القضايا والكلام وبتاخد ترضى بأي حاجة وفيه ناس بيقعد يشاكوا ببعضوا 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 وفيهم يقتلون اجب انستطيع المنادر اهليا يكون اسمه المنادر او ضواوير القصوات Rust مرحبا يا إقامة أجيب العزا بالنسبة للرجل أو ثلاثة يامة؟ فهنا الأول خمسة وكننا نسبة سبعة لا، نحن نقوم بإمكانه في الحال ثم ثم ثلاثة لقد شونهم لقد شوننا من أجيب أن نرحب كلهم لقد شونخ لقد شونك خلينا كلها، لا شون جميل قبل الجائحة هناك ناس بدأت من العزاء على القبر هناك ناس الغلابة وليس نسوب وليس نقرأين ولا سوان وليس نسوب فبكيت نسوب لأبو أو أم وليس نسوب وليس نسوب يعني العزاء على القبر لكن برضو يجلس وينتزل المعزين يقعد للمجاشي يقعد للمجاشي يقعد للمجاشي يقعد للمجاشي يرجيه حضرتك مع إقامة عجب العزاء أو مع اختفاء هذه العزاء لا أنا ضدها لا أسألها على القبر أول حاجة أحيانا بيت حم النفقات يقعد للمجاشي ثلاثة أيام والمخرئين والأكل أليه ثانيا أبناء النهي لا الأكل لا الأكل لا تبقى فيه طعام للجمعة الرب والدوف مين بيجيبها؟ يعني الأهل الميت أهل مدوفة أو جرانو لا 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 نعرفوا جرانو لا جرانو أهل الميت والموفة وفيه في واحد ملهوش يعني جماية بيتضر يجيب لحبة ويضح على أقصابه ويضح على أقصابه للناس الجثرة من سويس من مصر من أي قدة ويغذيها وفي واحد مش دجاب مثلا بيتضر يجيب أكل على أقصابه يضح بس هنا في قفة برضو كل من العادات بيطلعوا صواني طعام جاهز لأهل الميت سيدات ورجال سيدات ورجال جميل لأن اكتشفت أن بني سويف مفيش الكلام لا 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 توجع في حق عرب لو عملت كده يعني لو حضرت أخذت صونية دخلت بيها على المندرة ودتها للضيوف المعزين أو ودتها لأهل الميت توجع في حق عرب يعني ممكن تودي واجب واجب تودي الأهل الميت أما تودي ضعام جاهز لا من ضمن العادات من ضمن العادات اللي جيتها مختلفة عادة مختلفة يعني هل بيتقوموا بتوزيع مثلا سجاير في المعازي لا أنا شوفتها في الميني دخلت على الزيت أحد المعازي فكانوا بيطحوا علي بسجاير فأنا عشان كده بقول لحضرتك العادات والتقاليد بل اختلاف العادات أنا بس انت حيث بل بس هذه المعزينين في بعض البلاد يجد مقاهوة اه فيه كاهوة ينسون أي حاجة طبعا مدكو فيه مياه ساقع البلد حضرتك مع رأي الأستاذنا اني مع اختفاء هذه العادة تكاليف صراحة العزاء على القبر بيجبر اني لازم ينصل الوقت بيه وبتاعه يعني هي اللي يرحموا حج عبد النعيمة هو اللي بدأ بها اللي بدأ بحكية العزاء على القبر ديه فناس يعني مصدد منها مش شقة مال برد دعوا بها يعني طب مش شايف اني قامت واجب العزاء من العادات الجميلة اللي الوحيدة حاليا بتجمع ما بين الناس بعد لا دع احنا في الصعيد يعني نختلف عن باقي المحافظات في ايه ان احنا متوفر عندين منظرة او ديوان او دوار المقرأ المقرأ المشكلة بترجع للشخص نفسه اللي هو عايز يتمنظر او يعني يتفاشخر زي ما بنقول انا في الاول الاخر لا احنا اندين امتوفر المكان في الصعيد او sections او متوفر المكان او عملك لو في رجل فجير عنده حالة وفاء لو معندوش ديوان في دوار من البيوت بتطلع لا او اي منظرة انا بقولك سيبك من اي منظرة انا بقولك كل البيوت هتطلق له دكك يعمل او 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 20 دكة جداً بيته استجبل فيه مواجب العزاء او 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 مقرأ في مقرب يبقى جوا القرية لامواخزة يعني احنا هنا في الصعيد ممكن يأكل بلوجمت يعني لا فيه بس احنا برضو متعودين على مظاهر العزاء اللي هي نصبة فعشان كده ايه مختلفين مع العادة دي اما انا بتكلم فيه اني شايف ان العادة دي الوحيدة بتجمع الناس يعني انا زعلان انا والاستاذ مش دعتوش على فرحي لان انا زعلان انا هو مش عايزوا يجيني بس لو لا قدر الله حصلت عندي حالة وفاة هيجيني هو من غير دعوة اه هتجيني ولا مش هتجيني فعشان كده بقولك دي العادة الوحيدة اللي لسه بتربط صلة الارحمة بين الناس انا ضد التكاليف انا ضد اقامة النصبة انا بقولك احنا في الصعيد نمتلك دواوين ومناظر عاوزين تكون لحمة وعاوزين مقرأ وعاوزين مقرأ وعاوزين اسوان وعاوزين كلاس فيه تكاليف يا أستاذ بهاء انا معاهها كعادة اه لكن التكاليف بتاعتها بتشكل كاهل اهل المتوفق ولا بتشكل كاهل ما احنا ضد النصبة يعني ما تنصبش عندك انت تمتلك ما هو فيها الجبهاء يا خالد انت تمتلك دواوين ودواوين في كل مكان هنا تنصب له فراشة اه يعني انا زي واجه بحري مثلا او زي مثلا هنقول القاهرة بالتحديد ان انت محتاج دار مناسبات محتاج كراسي محتاج مكان تجمع فيه الناس او تستقبل فيه واجب العزاء لان انت هنا ربنا كارمك عندك منظرة عندك دوان عندك كزي ما حضرتك قلت دوار يعني المكان نفسه متوفر الكراسي موجودة فانت مش محتاج ان انت تجيب حاجة غير هو المقرق لا دا دي عدده بقول لحضرتك ايه اللي هو تفاخر يعني اه احنا ضد التفاخر مش ضد اقامة واجب العزاء هنا عندنا اذا مثلا اقام واجب العزاء يعني خل العزاء في المنظرة يبقى عزاء المنظرة والخير لا تقفيش الناس الاعداد اللي جاي تعزينه فهو بيعمل فراشة قدام المنظرة بتاعته برضو خفا ان الناس تزدحموا بتاعه لازم ايه يعني اي خيمة ما بسيعش ان هدنا سبعين نفر ولا بتاعهم فلازم يعمل فراشة قدام المنظرة بتاعته هاقول لحضرتك حيا عندي في القرية عندي يعني بسبب ان المتوفة كان شاب مثلا فكان العزاء تجيل ناس كانت يجيلك من كل حتة فايه اللي كان بيحصل فرشين منظرتنا عادي ما كفتش بتلاقي الدكاك طلعت من كل البيوت افرش في الشارع مرة واحدة كده جفلت الشارع كله بدكك مين اهلك وناسك اللي حواليك فايه العادة دي انا بصراحة خايف ان تختفي ان هي العادة الجميلة انا ضد عادة ايه العادات المستحدثة زي ايه عشرين عربية زفة العروسة اللي هم بتوع العفشة اللي هو ضد عادة زي دي اه يعني دي فيها تكلفة عربيات بتيجي تاخدها الفين تلاتة عشان بس تنقل عفشة والعفشة كلها ممكن تتلمى في عربية نصت ناكلة اه ضد عادة زي دي اتفضل كونة عربية عشان اه تفضل كونة استباعي اه لا انا عايز اقتم حضرتك با الاول تتعريض الكتب اللي انت اتعدياري اه تفضل اه 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 اشتاز نور يعني قاري ودارس عن تاريخ القفط بالكامل من أيام الفراعنة لحتى تاريخنا أنا شرفت والله بالجلسة على أستاذ نور عن بعض أثناء قفط من العلماء مثل الورش القفطي حبة أولاد البهاء القفطي كان أحد كبار علماء مثل الوزير جمال الدين ميس القفطي مثل الشيخ حسين القاضي وهكذا الشعراء وأبل دونجوا أنت معك فالنوع من الشعراء وقد قفت على مره العصور هذا كتاب باسم حضرتك نور علي القفطي تعليف لأستاذ نور هذا كتاب عن أعلام محافظ القناة عن محافظ القناة أعلام محافظ القناة بقلم أستاذ نور علي القفطي من أجمع الحاجات التي قبلتني في الرحلة وهو أن أنت تأخذ هدايا عبارة عن معلومات عن المحافظة التي تدخلتها كتبت منها كتبت منها كتبت منها كتبت منها أن أخذ أي محافظة أو مدينة أحصل على كتب مثل هذا ملحمة البارودي كتبت منها حمار ونيسا ونيسا اللغة الأدب والتاريخ والقانون والدين تمام جميل الحمار في اللغة والأدب أول كتب في مكتب العربي كتبت عن الصحافة أول كتب في المكتب العربي جميل عن أحد أعلام قفط الشيخ كمال حجزي أستاذ جميل صورته عن فديرة الشيخ كمال حجزي عالم وجده كان عالمين كبيرا من فقهاء بديد قفط الشيخ كمال حجزي وعندنا مع المعلماء كبار كان الشيخ كمال حجزي فيه الدبان بتاع لا تصالح عندي كنت عايزة أسمعه بصور بحضرتك دي مجموعة من الكتب أهدهانا المؤلف مستاذ نور علي الغفتي السلام السلام الحمار في اللغة الأدب والتاريخ والقانون والدين من أهم الكتب اللي لازم احتفظ بها قنع وحضاراتها ابناء قفط أهدهما غميت دون كتابها الأستاذ عليه استاذ نور استاذ نور من عجمة اللقاءات اللي عملتها بأمانع هي اللقاء دا انت تبعد مع حد مثقف وأسادزة يعني بسم الله ما شاء الله عندهم معلومات بمحافظة جنع أو بمدينة جفت كنت اتمنى ان انا كل مكان عبد عليه في اي مدينة في اي مركز في اي قرية ان انا جاب الحد يقدر يكلمني او يعرفني عن مدينة اللي انا فيها عن تاريخها بتمنى من كل الناس او اغلب الناس اللي هي عايزانا نزورها في القرى والنجوع او المراكز اللي هنعد عليها عايزين حد زي كده يا جماعة مش عايزين نهتم ان انت تيجي تعرض القرية عندنا وتصور وخلاص احنا جايين يعني نتعرف على القرية عايزين حد يعرفنا مش حد يجي تعال افتح البس هنا وخلاص يا جماعة عايزين نستفاد في الرحلة دي عايزين نستفاد نطلع عارفين القرية دي با يعني حصلنا على معلومات منها زي ما جاعدنا مع الاستاذ نور والاستاذ عبد الناصر بدون معلومات عن مدينة غفت اتمنى اي قرية حابة ان هي تستضيفنا او حابة ان احنا ندخل عندها اهم حاجة عايزين نتعرف على القرية عايزين نتعرف على المواهب اللي موجودة فيها محدش يعرفها سواء قاري القرآن الكريم شاب صغير او طفل صغير شاب عمده موهبة الابتالات مووي الغنى ادي فرصة بنحاول نقدم ابنائنا اللي موجودين هنا في الصعيد ياريت ما نحتمش بعرض البس او فتح البس من القرية عندنا وخلاص لا يعني حاولوا تفيدونا تساعدونا في الرحلة شابا اسمك كريم عبد الرحمن نور بسم الله ما شاء الله هل تدري اسمي ولا خلصت ايه خلصت ايه بكل رؤس تجارة بكل رؤس تجارة بسم الله ما شاء الله عليك بنأديك الصحة استاذنا اسمك كريم ايمن عبداللابراهيم اخيرا ضلع معي في البس لنش عايز يطلع معي في البس عنده معلومات كثير بس مش عايز يدهاني حضرتك عندك خلفيا الفنان محمد رمضان فعلا من حفظة جيناء ولا لا بالتحديد من قرية الجلعة ولا ايه 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 انت ملجا انت ملجا من ابناء قرية الجلعة الفنان محمد رمضان ايه خلفيتك عنده اسمك انه اصوله من الجلعة ايه جده كان عايش في الجلعة ايه 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 اما هو ما عاشي ولا تربى في الجلعة ايه 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 انا لم اجد ديوان الامل فما عادمش معزلته ايه مدرس اللغة الإنجليزية المشهور وجد صعبانه في صلاة الفجر فقتل عليه فأتى إلى المدرسة ويحكي عن أمجاب وعنوه هو صعبان مش كبير يعني فألذنا لقصيدة مؤفعة وشاعر مجموعة مشعورة خفل وضبعنا في دوان أينه مسخمين مؤفعة وشعلان لقصيدة ثان فيه والأستاذ سيد قدير والأستاذ جمر صادر والأستاذ عبدالله الخطيم ومجموعة مشعورة مدرسة السنوية المجتركة مجموعة من الزملاء وألفت كتابا عن الشيخ ورش ورش الكفقيل طبعا تسمع عنه أحد أعلام الحراءة في العالم الإسلامي كله ورش الكفقيل في مدينة الكفر أصله من الخيروان وجاء إلى الكفر وعاش فيها فترة ثم ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى العلم على إمام مثل كبير إمام نافع ثم جاء إلى مصر وتصدر للأقراء وأصبح شيخا للأقراء في الضيارة المصرية وقرأت مشورة في البغرب العربي وقالت في أندلوس وفي كسير من البلاد العربية ورش الكفر ورش الكفر وهذا الكتاب عنه جميل ورش الكفر ورش الكفر ورش الكفر ولو منحوك الذهب هترى حين أفق أو عميكة ثم أثبتوا ثم أثبتوا جوهرتين مكانهما حلطرة هي أشياء لا تشترى يعني القصيدة القويلة فأنا لا أستطيع أن أقولها تمام لا يوجد مشكلة الحنجرة تمام لا تصالح ذكرت من أهم أهم الخصائد التي تثار بها الكفراء والنقاط شرقا وغربا وكانت أيقونة يعني الشباب قلوا كنقونوا بها يعني كانت خصيدة رائعة وصالح حتى أقول لي فعني أنا كنقول مجموعة من الكتب على رأس أخي أنا كنقول أمير شعراء الرفضة أمير شعراء الرفضة لا دا واحد اسمه نسيم الجلد هذا صديق لأمجموك يعني ما نلقى يشعر في الله للشاهد هم عندك خلفية نجمة محمد رمضان هذا طبعا أنا أعرف أنه قبل القلعة من والدهم من القلعة على الأسف فيه بعد التعليقات تقول أنت معلق جوي أن النجمة محمد رمضان من جنة أو من القلعة لا وعني عندنا قلعة لا 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 لحظة الشيء تعمى باية النجمة محمد رمضان حد مشهور موجود يقال أنه من قرية القلعة نعم لا يزعلك أن القلعة لا يزعلكش هذا أساسه لا تختلف شيء هذا معلومات الرجل أساسه أو جدوره من قرية القلعة الناس هنا ذكرت قالت جده كان عايش هنا في قرية القلعة كنا مختلفين مع أداءه في السنة العادة بالضبع لا تقدرش تنكر وجوده لا ولا تنكر وجوده أنه جدوده من القلعة طبعا أنت تختلف مع أداءه بس أنت ضم في الأداء كإنسان إنسان من القلعة تتشرف فيه ما تتشرفش دي حتى ترجع لك بس لا ما تقول ليش ليه أنت ما تقولش أنه لا هو عندك من قرية القلعة والقلعة أنجبت أدباء وشعراء وعجال السياسة مثلها كل قرية قفت مجل قفت لا باع في السياسة كل قرية قفت يعني كل مجلس قروي القلعة مجلس قروي الكلاحيين مجلس قروي الشقيق مجلس قروي إبراه كلهم دور سياسي ودور ثقافي ودور أدبي ودور تجاري ودور زراعي كل قرية عليها غور كلا قفت كل قرية لها تاريخ كل قرية قفت لها تاريخ يعني كلها بها تاريخ سياسي تاريخ أدبي تاريخ ثقافي تاريخ عيلوي تاريخ اختجاري صلاعي فضل الصباح قرية كرم عمران انتتتتبع جنة انتتتبع عمران بركز قفت قدام البرامة وقضت عن يوسف بالنجو عروبة لم يمنح الى مجال مجال خلوين ومجلس طلب البرامة ومجال أربع مجال أسراوية تبع مدكس مدينة كفر ونقرأ بعض كثيرة عديدة من النجوع وعديد من النجوع وعديد من القرى وعديد من المدارس ومنشآت التعليمية الحمد للان في توسع عديدنا مدارس وانا نتمنى وارده ما لازلنا في تفدس نتمنى في متحف أصارخ كفر في متحف أصارخ في متحف أصارخ في متحف أصارخ تابع للمزارة المطفح تخزن في ما يوجد أسلاء التقليل وفي واحدة مثل اللورت وطالكس في اللور دي بتصول اللورت بقى تعمل تقليل تقليل يعني أنا أصار معظم في ماركا هي أحد أساتيزة المصريات وعالجة كبيرة جداً وانا عايزة العصر كل سنة تقليل تقليل يتعلق تبكين في مالات وانا عايزة العملي صحيح لا إذن اللواء عمر سمامن بي وقال أنه من قريت العويدات 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 هي قرية العويدات قرية العاجة يعني هو من قفت واحظ يخوه وحصل على السنوية وحصل على السنوية هو السنوية عامة جنة كنت جارب مرة في جورنال الأسبوع سيرته كان كتب على مصطفى بقري في جورنال الأسبوع وحصل على السنوية العامة من مركز جينة أساسه جينة بس نحن نعلم بردور أنه من الوايضات أساسه قريطة الوايضات ادي فينا جميلة ممكن عند عليها قبل جينة بعد معد المدينة؟ أبوض حوالي نصف القرار العمر اللوع عمر سليمان أساسي مش هتلاقي حدي يديك معلومة لأنه عاش أساسي ممكن أبو أو جدو ممكن أبو أو جدو ممكن أبو أو جدو ممكن أقول لك حاجة ممكن أصل لك كلمة العرض يبقونه يريد 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 تلفون تازع كلمة العرض ومالعرض الصحف قريطة الاويضات اسميها؟ أتمنى لو أحد يسمعنا من قريطة الاويضات عايزين أحد يدينا معلومات عن اللوع عمر سليمان يقال أنهم حوالي جينة ابن مركز جفت قريطة الاويضات إذا كان هناك حد من أهله عايش هنا لسا موجود أتمنى أن أتشرف يعني أن نروح ألطقي حد من أسرة اللوع عمر سليمان ماذا تريد سألطقي حدث آه أتمنى أن تكون محلية المعلمات السليسية أني نتعرف بس عن مهم المشهيل التي كانت معي شهيفة هل سأخذ المجموعة من الكتب الأهدهانة المؤلف والكاتب الأستاذ نور علي القفتي من الكتب الأهدهان للجمال لا أستطيع أن تقابل العمضة بالحجاجة نروح نعزي نروح نعزي هناك كدابة شمانيزة نعم 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 محمد مصطفى باشي مصطفى أبو حمد ختاماً أنا كنا عايزين نسمع ديوان من كتاباتك أنت يعني من خصائد حضرتك والله أنا مقلف للقاء أي حاجة بسيطة كده معلش يعني أعذرني أن أحجب لك الديوان هدية وأنا إلقائي ليس جميلًا وليس محببًا فأعذرني أن أحجبك بيت.. بيتين نحن أريد أن نقتن به بس أه بيتين شارع ومساطي الشباب أريد اللقاءات زي دي لما نروح إلى قرية أو مدينة أريد أن نستفاهد الله يبرك لكم الاستفادة دي ليس سبب فيها ها يكون السبب فيها الناس اللي أنا بجاب لها أن هي بتقدر توفر لي أن أنت تقعد مع حد يديك معلومات عن المركز اللي أنت فيه على القرية أنت أغلب الناس هي اللي بتجاب لك وهي اللي بتشدي فيك أن أنت تخش القرية عند يوم أنت تخش حد يدينا معلومات زي كده أنت تختار مقابلات زي كده أنت تخش الحقيقي أنت تخش الحقيقي عن خد يديكها أجل الحقيقي أن كل هذا يبدو صديقي لا يمكن أن تكون هذا الحقيقي أنه لن تكون عسل الحقيقي أ pastill أنا أعدي هذا الحقيقي لصديقي العزيز الأستاذ سيد خبير واحد من شعرائك أفضل كبار بقول له يا صاحبا كل النبيل تحية من قلبنا وعلى مدى الأعصار سلمت ذاك من الأذات صديقنا يا سيد الأخلاق والأشعار أخوك نور علي بسم الله ورحمة الله لدى أهداء لها برضو بسم الله ورحمة الله لدنا ربنا كرام بسم الله ورحمة الله لا ده شرف لي أستاذنا بسم الله جاء زمان جاء زمان سمير اسكندران سمير اسكندران خد صباح تيار هنا لو لم يجري شي يجي البيت وروح للفي خد رحمة تنقفك ولف عدم معارض نفس زي الأستاذ بهاك عزاق المعلومات أبداً لا 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 كل الدولة الأيوبية أو الدولة المملوكية أو الدولة العثمانية أو العصر الحديث لها تاريخ جفتها كل عصر كان قفت بها تاريخي مثل عبدور قفت تاريخها ماشاء الله متسع وكتب عنها كثير من الكتابة أنا جئي لك كتب أجنبية عندي لو عاوزوا لك كتب أجنبية أوردها لك كتب عنها في ميندرز بيت الكتاب كامل عنها عن إسوكورتس تناول تاريخها وتناول أرصاها المنقبين الأثار المشهورين من دخل طبعاً أعز المنقب الأثار بأبناء غفت وخاصة الجلعة والظافرية يعني معرفين المنقبين الأثار دور معرفين يعني يكتب حتى في ميندرز بيتل أكبر عالم أثار قال جلما كنت أعمل تنقيب وتأخذ بعالم المنقبين من غفت عندهم أمانة وعندهم حرفية عالية وعندهم دقة في الأداة وإخلاص العمل يعني معرفين يعني لتكلم عنهم كثير من البرامج وكلا لا دي أنا كريف كان أعتباً في مقدمة كتابه في لندرز بيتل ده أكبر عالم أصال تتكلم عن منقبه غفت وكان بأخذ معاه ابن عين واحد حيناً من غفت كان راح اللهون وراح أسوان وراح لوكسور وراح بيت المقدس كما أخذ معاه نعم 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 من لوكسور أو جنا نعم 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 مرحبا بك مرة ثانية وثالثة وفي أي وقت تأتي شكرا أستاذ عيمان ان انت شرفتنا وقبلت ان احنا تظهر معانا الله يبارك لك شكرا أستاذ عيمان دال لانا موجود في ضيافة وبقال يومين